تعالوا نشوف السؤال ده مع بعضينا 33 year old female presents 6 weeks after the birth of her first child يعني جاد بعد 6 أسابيع من أولادة الطفل الأولاني with the 2 week history of pori arthralgia وfeever وسkin rash الفيرست line investigation حسب السؤال ما بيقول الESR كان هاي يعني واضح كده حاجة related للبريغنانسي some form of احتمال collagen disorder polyarthralgia وfeever وسkin rash مع ESR عالي بعد الولادة ده احتمال حاجة related لإيه زي ما تقولوا collagen disease حصلت بيحصلها activation بعد إيه عملية إيه الولادة والليبر فالسؤال what the most specific antibody of limited scleroderma for some reason وما وصل للconclusion إنها limited scleroderma وفيه هو أنواع من الـ scleroderma ففيه نوع بيبقى العادي التقليدي اللي بياخد كل حاجة والهارت واللونغز والتيشوز ما بيرحمش ده وده بيبقى anti-SCL 70 antibody هو الأساس بتاعه لكن لما يقول لي limited scleroderma دايما على طول في دماغي فيه antibody معين خاص بيها وهو anti-syntromere antibody يعني هو حتى بحطوط أول واحد ايه بالمصادفة الـ anti-topo isomerase والanti-jo والانتيبودي بتاع المixed connective tissue disease anti-nuclear antibody ده موجود في mini collagen disease ديزيز زي اللوباس وغيرها مش specific لها ف لكن الـ specific ليه limited scleroderma هو ده سؤاله على limited scleroderma هو anti-syntromere antibody ودي حالة ايه آآ scleroderma affection في الـ skin بيبقى pinched وimmobile skin في الهاندز كده هو وممكن في الوش وممكن شوية trash آآ وإي اس آر عالي والانتيبودي الكلاسيك هنا هو anti-syntromere antibody limited scleroderma لو scleroderma اللي ايه بتاخد كل التيشوز بقى involvement بس مش الـ skin وشوية trash اللي بتاخد بقى الهارت بيشوز دي بتبقى معا anti-syntromere 70 إيه هنا هو child السؤال عنده إيه 6 سنين لقوه يعني يعني في كوه مواضح وonly responsive لل pain طالما هو only responsive لل pain لو أنا هبص على الجلاس كو ما scale كده ال responding إيه لل pain only ده بياخد إيه نقطتين ده بالنسبة للايه لل eye opening واضح إنه هو بيتكلم على eye opening responding ده واخد نقطتين بس ده أأمن حاجة له يعني هو حط urgent CT urgent MRI الحاجات دي كلها تاخد وقت الولد مضروب وفي trauma والجلاس كو coma scale سيء جدا ها شفنا اتنين وفي الحالة دي انا اعمله Neurological assessment will take time في emergency situations والtraumatology يقولك ABC's أول حاجة تشيكل airways وأكد عليها فعلى طول ده لازم intubate الأول ونعمل معه urgent CT scan عشان نقدر نشوف سبب الخبطة جاية فين عاملة في البوضي فمهم لو لقيت جلاسكو كوما scale وقليل كده والطفل في كوما نجري نطمن ان احنا نعمل intubation زي ما احنا شايفين كده وفي نفس الوقت اندخله في spiral CT scan بالزاد دلوقتي صيحة العصر اللي بيصور كل حاجة وفي صرحة شديدة يقدر يقول لنا المشكلة اي حصل فين بالزبط في الابدومن في الثوراكس في البرين الى آخر risk factors for atherosclerosis أو atherosclerotic disease هو السؤال what is the best to do to differentiate ischemia clinical يعني هو بيسأل clinical ايه اهم حاجة في دول عشان نفرق بين حالة chronic ولا acute ischemia يعني واحد جاله ايه acute ischemia flame باختصار شديد جدا الحالة عاوز يقول كده يعني معلش الصيغة تسؤال مش واضحة ولكن هي الرسالة واضحة حالة acute ischemia flame وعاوز يعرف دي chronic ولا acute اأمن حاجة واصرح حاجة لو هي chronic ischemia هتبص تلاقي عندي history of intermittent claudication وhistory of thrombotic stroke دي لكن الحاجة اللي هي نقدر نقول انا اقدر اعملها ك physician وعلى طول في ثانية مش لسه استنى ان انا اعمله ايه اشوف الفوت pulses في الليج التانية يعني هو انا معلش السؤال مش كامل لكن الفكرة ان انا اقارن بين الرجلين لو هي acute ischemia هتبقى واحدة اللي affected والتانية pulse سليم لو هي حالة chronic ischemia ودي يعني هتبص تلاقي الاثنين pulses ضعاف فالا يوم ما لاي ischemia في clinical عاوز اعرف دي حاجة acute حصلة ولا دي chronic اشوف ال two pulses وقارن لو equal زي بعض يبقى دي غليبا chronic ischemia لو في واحدة يعني واضح انه هو في obstruction في الارتري والتانية سليم البلسيشن زي الفل يبقى دي acute embolus او حاجة سد ايه هذا عندي بعد كده سؤال 34 years old man presents الجي with lump in his right testicle في lump في testicle this has been present for six months but he has started to المس دي يعني المس دي بتزيد في السيز causing him some discomfort he has no lower urinary tract symptoms يعني ما فيش urinary tract infection واضح and is otherwise well with no past medical history of نوع يعني عندوش أي حاجة غير المس رايح للجي بيها في right testicle والذي قال لها 6 شهر يعني حاجة ماش acute وحد مشتور شن testicle هيجيبه في جاري في ثانية لا on clinical examination of his external genitalia there is a lump present in his right hemiscrotum يعني المس دي وصل نزلة في right hemiscrotum كان حاجة 6 في centimeter and is fluctuant but not tender ودي صفة جيدة ان مفيش strangulation مفيش كذا معي اش tender the testicle is separate from the lump يبقى دي بده تكلم على lump داخلة جانب الا الت stice ونزلة في right hemiscrotum and feels normal you are able to get above the lump ودي مهمة جدا في التشخيص and it is not reducible معناها دي في complication حصلا and nor does it have a cough impulse on attempting to shine a light behind the lump it is brilliantly trans illuminate يعني trans illuminable زي ما هو وصفها بدرجة عالية جدا يبقى ايه احنا داخلين هنا في صفات معينة هنشوف دي هتؤدي لأيه from the following list selected the most like diagnosis suggested by the history and clinical findings في case دي فهو اللي testicular tumor و اللي hydrocele epididimal cyst inguilo scrotal sorry hernia hydated of morgagny كل دي ايه احتمالات ولكن لما الا ايماس بالصفات ده ايه نزلة للراية ايه scrotum و بتrans illuminate بدرجة عالية جدا هه not reducible مش قادر اجاعه مافيش impulse يعني كاف مع الكاف مش حاسس اي impulse لازم اتكر في epididimal cyst حاجة cystic بتrans illuminate بيقولك brilliantly trans illuminable يعني بتrans illuminate بدرجة رهيبة جدا ونازلة جنب تيست تيست بحوال epididy مس جنب تيست عاملة سيست وهو دي اللي بيفصر لي اللمب في الright testicle اللي قعد صبران عليها ست شهر وبدأت تزيد شوية في size ووصل جنب موجودة في hemiscrotum و below inguinal ligament يعني هي في escrotum نازلة اساسا موجودة بريليانت ترانس يومينات كل الصفات دي تقول لي في سيست وبكن هده typical epididy مال ايه سيست زي ايه الصورة دا هي ايه epididy مال سيست واضحة هي بتيجي بالجو والسكروتم وبالشكل دا بالضبط وبالترانس اليومينات من الحاجات اللي هي ايه 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 واضحة جدا ايه بالنسبة تشخيصها بالنسبة المقارنات مفيش امبلس كف امبلس عكس الهيرنية مفيش pain مهيش تستيكل تورشل لكن وبقالها ستة شهر وترانس اليومينات دي سيست ومن epididymis epididymal a cyst عندي انا 35 year old banker presents with intermittent lower abdominal pain وجaseous descension with tendency toward diarrhea whenever he is stressed out الكلما دي الوحدها ان انا عندي احساس دائرية لما بقى stressed دي تمشي مع irritable bowel syndrome في اغلب الاحيان he is heavy cigarette smoker دي برضو typical مع هم يكون cigarette smoker stress مع situation دي معينة الميكانزم بتاعها مش نون بالضبط ايه ولكن السجائر ايه والsmokers تبقى معدل اعلى فيهم physical examination should only diffuse abdominal distension يعني مفيش حاجة ايه of significance يعني غير شوية abdominal distension the most important criteria of abdominal pain of this disease is هو عاوز اكتشخص المرض الاول انه alterative مش crones نو مفيش inflammation دي irritable bowel syndrome ips اللي هي ايه اللي هو جاي من brain lespastic colon فالlespastic colon ده من اهم الحاجات اللي بتساعدني وانا كالينيشان ابص في لحظة كلمة واحدة يقولها اعرف ان هو دي غالبا spastic colon irritable bowel syndrome والطمن to great extent اللي هي ان البين بتاعه بيبقى ايه relieved ايه with defication فيوم ما يقول لي العيان ده الدائرية دي بتجيله والاحساس ده بيجيله ها لما يبقى stressed دي تمشي مع وفي نفس الوقت relieved by defication ده typical مع irritable ايه bowel syndrome اللي هي زي ما قلنا قولنا البين relieved by defication دي من الحاجات المشهورة معاها وهي من الحاجات اللي يعني ما نقدرش نقول very serious بس تبقى annoying للعيانين ولها علاجات ممكن ايه بتساعد فيها ونظام تخزيها ايه معين هنا 23 years old woman who is 10 weeks pregnant with 3 week history of hyper emesis gravidera is brought to the emergency room after she collapsed and started fitting أنا معاش تعبير ده يعني جاي من what started fitting يعني أقصد دخلت في epileptic fit يعني what is the best drug to treat absence epilepsy to be honest with you أنا مش قادر أربط ما بين علاقة absence epilepsy كسؤال والقصة دي خالص ولكن هنجاوب على السؤال what is the best drug يعني أنا مضطرة أنسى كل اللي قبلها لأن اللي قبلها دي حالة hyper emesis gravidera ممكن يجي بعدها convulsions نتيجة الهايبو مجنيزيم ومحتاج مغنيزيم في العلاج لأن المغنيزيم اللي بتاعت قليلة compare to the calcium فشوية hyper emesis ممكن يدخله hyper مجنيزيم ويدخل في epileptic fit أو convulsions ولكن ولا يسأل ذلك هو بيسأل المبتعل عن how to treat absence epilepsy absence epilepsy اللي هو لحظات loss memory distraction كده بتيجي وتلاقيها غالبا في الأطفال وهم بيكتبوا تبص تلاقي مثلا الإملة ها حتة الطفل سرحان فيها بتجي له repeated distractions كتير وليها waves معينة في EEG ممكن تيجي في الابسن وهو الساحر ليه ألا وهو ethothokdemide من أحسن وأفضل الأشياء اللي اكتشفت في علاج absence seizure ولكن هو معذرة أذا ليس سؤالي أنا بس إيه بجاوب على السؤال المتاح what is the best drug to treat absence epilepsy this is not a case of absence epilepsy this is a case of convulsions following hyperempsis gravidarum possibility of hypomagnosemia قائمة إلى آخره ولكن سؤاله على absence epilepsy فنجواب له عليه ethothokdemide is the drug of choice لعلاج absent seizure هنا حتة مهمة طبعا هذه الكيرفز بتاعة الـ waves بتاعة EEG وإبليبسي أثناء الـ pregnancy عمات أنا حب أقول لك في كلمتين if a woman taking valproic acid wishes to become pregnant treatment need to be changed to ethothokdemide الكلام الكلام دا مهم جدا إن هي لو واحدة pregnant ومشي على valproic acid وبعدين وعاوزين نعالجها أثناء الحمل لازم نقلبها على ethothokdemide لو كان فقط الموضوع واقف على absence seizures and she may be given folic acid before conception كمان after the first trimester treatment may be switched back to valproic acid يبقى أنا في first trimester الموضوع في حساسية شديدة جدا الفالبروic acid دا بيبقى مؤلق جدا استخدامه وممكن يؤدي لبعض congenital malformations في المرحلة الأولى فلو عيانة بتشتكي بس من absence seizure أساسا وعاوز أديها علاج وعاوز تبقى pregnant هي epileptic وبتاخد valproic acid لازم استخدم لها ethothoxamide لأنه هو سيفر أثناء الحمل وبرضه ما ننساش ندي folic acid لأن anti-convulgence بتنهيبت absorption of folic acid وتنهيبت activation من folic لfolinic acid فإلى حد كبير ممكن تساعد في folic acid deficiency نها تعمل تأثير على الجنين ولذا في أي anti-convulgence لازم أدي folic acid معاه فإيا خلاصة التجربة هنا إن هذه الحالة اللي هي ذكرت المنت مجموعة أدوية ولم يصلنا على valproic acid أو غيره ولكن هو في 10 weeks يعني لسه ما كمينش 30 شهر من أأمن الحاجات بالنسبة لها بالذات في absence seizure إن أنا أدي ethothoxamide كما ذكرت ولو كانت هي عندها إبليبسي معروف وبتاخد valproic acid هتحمل يبقى لازم أشفت الـ ethothoxamide ودي folic acid معاه وبعد ما يخلص الفيرس trimester we may think in switching back لل avalproic acid نفسه هنا السؤال دا when a patient is admitted with acute stroke which out of the following assessments should be completed first first تعمله abdominal ultrasound ولا carotid doppler ولا cognitive functions ولا echocardiography ولا swallow safety يبقى دلوقتي عينه admitted committed for acute stroke جاية في stroke fresh which out of the following assessment should be been أهم واحد في دول طبعا الناس كتير قوي يقول abdominal ultrasound carotid مش doppler نشوف echocardiography الكلام دا مالوش قيمة خالص جنب الكلمة دي swallow safety swallow safety ونتأكد انه هو العيان ما عندوش stroke ضربال bulbar nerves وفي عندو regurgitation للfood دي من أخطر ما يمكن لأن ممكن يحصل swallowing في مشكلة تبص جاله aspiration pneumonia موتته منها فأنا في حالات stroke number one قبل أي حاجة أطمئن على الحاجات الأساسية للsurvival يا فرحيتي دخلت يعمل ايه كومات نتيجة مشكلة في swallowing دخلت ايه في التراكية فأنا هنا مؤهم أو في أي حالة stroke أن أنا أتشيك swallowing safety في أي brain stroke قبل ما عد أفكر قبل الحاجات اللي هي البيزيكس بتاعت الsurvival الairways الswallowing safety الحاجات الرئيسية دي لها priority عندنا هنا قبل الinvestigation الinvestigation دي كل يعني ما خلاص حصل لكن اللي هميني هنا أن أنا مموتوش أنا بقى من مشكلة حصلة وأنا أهملتها زي عملية الswallowing تكون متأثرة لازم أخذ بالي منها وبين البداية تكون معروف أن هناك مشكلة في الswallowing محتاج حتى طيوب أو كده ده story تانية وإلى اللقاء مع السؤال القادم بإذن الله